رحبت مصر بإنشاء آلية أممية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع وتعيين منصق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنصيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن في هذا الشأن خطوة همة وإيجابية على مصاري تخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع معتبرة أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بلود القرار والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة كما جددت مصر تأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التواصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين